اللهم صلي وسلم وبارك على أفضل مرسلين وحشتوني جدا 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 كل سنوانتوا طيبين النهاردة عندنا وصفة سلايم سهلة قوي ولسه مستنياكم في التعليقات اكتبوه وصفاتكم تعالوا نشوف الفيديو نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي الوصفة السهلة زي ما قلتلكم والوصفة دي يا جماعة أنا هعملها لأول مرة معاكم بس عايزة فكركم الأول إن تنزلوا في التعليقات تحت تكتبوا وصفاتكم عشان هنزل الفيديو الجاي بإذن الله وصفات المشتركين معنا أول حاجة عندنا معجون أسنان أي نوع من المعجون الأسنان تمام بس أنا النهاردة استخدمت سيجنال عشان فيه ناس كتير قوي بيسألوني اعملي وصفات من سيجنال تمام؟ بعد كده أنا طبعا أخدت ربع معلقة من سيجنال اللي هو معجون الأسنان بعد كده أخدت معلقتين من المية فيه ناس بتقولي مية سخنة ولا سقع ابقى حد دي مية عادية من الحنفية تمام؟ هحاول أدوب المعجون كويس جدا في المية بحيث أن أنا بفضل أفرق به كده في المعلقة آآ عشان بس يدوب عشان يبقى سلس معي ويدوب بعمل كإني بعمل بالفرشة في سنيني بالزبط بفضل أدعك فيه كده وافرق فيه لحد ما يطلع الرغوة أو البابلز اللي أنا عايزيها لازم أحاول أدوبه كويس جدا أيها كده بصوا أنا بحاول برضو أدوب فيه أدوب فيه بصوا المية اتلونت باللون بتاعه وأنا بحسبه بصراحة أنه هو هيبقى لونه شفاف بس يعني مش عارفة هل مطرح مقلبت كده الداني الرغوة بيضة ولا هو كده أنا هستنى كده لحد ما نشوفه هيهدى كده هل بالرغوة دي هيهدى اللون ولا هنشوف بس تعالوا نكمل الوصفة الأول ونشوف هل اللون هيهدى ولا هيفضل باللون الأبيض كده تاني مكون معينا وهو مصك الوجه اللي هو قناع الوجه يا جماعة فيه ناس بتقول لي فيه مصكات عندنا بنحطها بس ما بتعملش القناع لا أنا عايزة مصكو القناع ده بيبقى رخيص جدا أنا بيجيب النوع ده رخيص جدا سعره 8 جنيه بيتراوح من 8 جنيه ل 10 جنيه يعني بصوا أنا بياخد منه معلقة صغيرة لو جبتوا الأنبوبة دي عادي هتستخدموها على وشكو مفيش أي مشكلة وكمان هتستفادوا منها في وصفات ستلايم وبتبقى سهلة جدا وسعره رخيص وبيعملي وصفات كتيرة جدا أنا بياخد منه معلقة صغيرة بس زي ما انتو شايفين كده أنا جايباه باللون السلفر عشان يكون لايق مع لون معجون الأسنان اللي أنا بيستخدموه انتو لو عندوكو أي لون متوافر عندوكو عادي ممكن تستخدموه ببتدي أمسك كل المكونات مع بعض ولازم أفضل أقلب كويس بين معلقة عشان المكونات كلها تمتزج مع بعض كويس جدا لسه أول مرة يشوف قناتنا يريد يشترك ويفعل علامة الجرس وينزل في التعليقات بتاعت يكتب وصفة سلايم اللي بيحبها أو اللي جربها ونجحت معاه عشان نجربها مع بعض وبنكتب شكر خاص لكل المشتركين معنا والمشتركين معنا في وصفات سلايم وبننزل كلها كل الوصفات بفيديو مجمع لكل وصفات سلايم بتاعت المشتركين اللي بيحبهم جدا 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 وكل وصفاتكم بصراحة بتنجح معايا وجميلة قوي 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 وعايز أقول لكم وصفة النهاردة سهلة جدا وحلوة وفيديو ممتع جدا تالت حاجة عندي برسيل جيل برسيل جيل اللي هو بتاع غسيل الملابس برسيل جيل بتاع غسيل الملابس طبعا بحط واحدة واحدة نقطة نقطة مع التقليب حسيت ان برسيل جيل يا جماعة انتوا جربتوا برسيل جيل قبل كده وحسيت ان هو بينشي في السلايم بتاعكم عادي ممكن تخففوه بشوية مية بيكون سهل ليكم ان انتوا تعرفوا تتحكموا في الكمية ومتزودوش كمية قوي عشان متنشفش منكم لازم السلايم يبقى طري ومط فلازم نزود نقطة نقطة طبعا احنا قلنا فيه بديل كتير جدا لبرسيل جيل فيه اللي هو الدنكار اللي بيجيبه من عند العطار وانا استخدمت في وصفات سلايم كتير قبل كده وفيه كمان اللي هو بيدلكين او فجيل او الكماصر بنجيبه من الصيدلية هي عبارة عن كياس محليل ملحية مطهرة شخصية بنجيبها من الصيدلية وبرضو دي بيكون فيه نسبة البوركس والسوديوم عالية وبتنفعني جدا في وصفات سلايم طبعا انا حطيت معلقة مية وقعدت عجن فيها شوية عشان حسيت ان هو نشف مني سنة نشف ازاي يعني ما بنشفش ما بنشفش قوي اللي هو ايه مش بيمط المط اللي انا عايزاه فبزود له معلقة مية وبسيبه وبعجنه شوية وبسيبه يرتاح فبيرجع مط وطحفة يعني بصه بيطلع رهيب مش قادر اقول لكم بيطلع جميل ازاي انتو اكيد باين في ايدي مط انا مكنش قادر اسيبه انا بصراحة من كتر روعته وجميله انا مكنش قادر اسيبه وكمان اللون السيلفر في جليتر لو تاخدوا بالكم ان في جليتر مش عارفة باين في الكاميرا ولا لأ بس مش قادر اقول لكم كان شكله روعة ورقعة ولسه الوصفة ما انتهتش انا زي ما قلتلكم في ناس كتير قالوا اللي عايزين سيجنال انا بقى هعملكم الاسلايم ده زي سيجنال بالزبط بجد هعمله لكم طحفة هقسموا الاول لتلات قطع صغيرين واول قطعة هعملها باللون الازرق هاخد نقطة يعني انتو ممكن تعملوا ايه عارفين الالوان اللي في المصدر او ظهرة الغسين ممكن تحطوا نقطة في نقطة مية وهيتلون عادي او عندكم الوان مية بعادي ممكن ت يعني البدايل دي حلو او اي شادو بودرة الاي شادو دي بدايل حلوة جدا ماشي بعد كده هاخد القطعة التانية هعملها باللون الاحمر بعد كده هاسيب طبعا اللي هي باللون الابيض الشفاف ده هاسيبها وهبتدي اعمل شكل طولي كده كأنه معجون بجد مش قادر قولكو لما لو انت باللون الاحمر والازرق كان شكله تحفظ زي بعد كده بعد كده هقوم ايه لفاوك اني بالظبط اغدى معجون سلايم بجد بسوء ايه رأيكم لايق جدا وشكل وعامل زي المعجون بالظبط مش قادر اقول لكم روعة ازاي و جميل ازاي تحفة و جد الوانه جميلة جدا قولولي ايه رأيكم بجد في الالوان بتاعتو مش قادر اقول لكم بعد ما سبت الاسلايم يرتاح كان جميل ازاي اهم حاجة في الاسلايم بعد العجن طبعا وبعد الدرب اللي انتوا ضربطوا للسلايم لازم تسيبوه يرتاح شوية في علبة مقفولة بجد هي فرق معاكو جدا طبعا بعد بقى لورا هي اللي عجنتو طبعا هي اللي بتحب بتاعج زي الداني لون جالكسي حلو قوي عمل زي السماء كده بالليل شكله حلو قوي بصوا شكله موف درجاته حلو قوي قولولي رأيكم في التعليقات وباي باي